السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والبنات ومتتبع وصفات رشيدة مرحبا بكم في القناة اليوم ان شاء الله سوف نعملوا نباج بدون جيلاتين سهل تحضير وكي يجي روعة في الماداق وتزينوا بها الحالوية ديالكم وانتقدر تعملوا اشكال بزف ديال هاد النباج انتمنى تشوفوا الفيديو الاخير وما تنسوش الدعم واللايك وما تنسوش البرتاج مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل الفائدة ومرحبا بكم على بركة الله كنحتاجوا في المقادر كنحتاجوا جوج الكيسان ديال الماء الماء العادي كنحتاجوا لأي نكهات بغوهنا هنا عن ديال روح ديال البرتوقال يمكن لكم تديروا الحامض او للي بغيتو كنحتاجوا كأس ونصف ديال السكر بودرة اللي بغيتو وعلى حسب النكهات انتو مع الحساب اللي بغيتو بغيتو يعني الخوخ انك هاد المشماش اللي بغيتو لكم الاختيار البانيلا اللي بغيتو اللي بغيتو اللي مهم نعطيكم الفكرة وانتو عملوا اللي اللي اعجبكم من بعد كتتخلطوا هاد المكونات جيدا حتى غادي نساجموا ومن بعد غادي ننضيف لهم علقة كبيرة ديال دقيق الناشا را عندي مع السكر بودرة هاد المكونات جيدا حتى غادي نساجموا ومن بعد غادي نخضوهم وغادي نعملهم فوق النار ومع التحراك حتى غادي نحس على القوام اللي كيكون متماسك ومن بعد ان شاء الله ونوريكم تتم ما ديال الفيديو الصراحة يعني هاد النباش كنحتاجوا بزاف الحالويات وان شاء الله غادي نوريكم احت طريقة اخرى غادي تتفاجئوا بهاد المكوين هادا المهم كتبقوا مستمرين بحالها كونت وما كتخلطوا حتى كتت تحسو بالقوام راها قريب ايوجد ومن بعد ان شاء الله ونوريكم هانتو ما كتشوفوا القوام هنا را بحالة بدك يعقاد ولكن خلطوهم مزيان وخليوه يغلي واحد المدة تقريبا واحد خمسا دقايق حتى العشر دقايق على نار مهيلة باش يزيد يعقاد ومن بعد صافيوك تأخدوه وكتصفيوه ومن بعد ان شاء الله وتخليوه حتى غادي برد وتعملوه في تلاجه وتعملوه في حلوية ديالكم اللي كتحتاج هاد النوع ديال نباش صافيوه حتى حتى تشوفوه وفحال بدك يختارها حتى تشوفوه المكوينة ديالورا ساهلين وبساط ومن بعد صافيوك نخلي احتغذ يعني يزيد واحد شوية من بعد نطفي عليه النار باش نوريكم القوام ديالن بعد ما كيوجد من بعد مني وجدليه كنحصلو عليه على تشكل هدا غاد نعملوه في واحد الإناء ونخليه احتغذ يبرد ومن بعد ان شاء الله وتعمله في قريعة او لا تستعملوه في الحلوية ديالكم سوف نستمر بحلوك بشكل ثاني سوف نجعله حتى يبرد سوف نستمر بحلوك المكوين الثاني نحتاج الماء هنا لديك كأس الماء و نحتاج السكار على حسب الدق و نحتاج جوج علب فلو هنا لديك ابنكه الفراولة و نضيف الفانيلا المهم أن نضيف سكر و الماء و نعلم السكار على النار حتى يصل إلى الريد و يدوم原اك في الصعب و lamba من سوف نضيف فلو و نضيف هذا الفلا مثلا تحتاج الماء تقريبا واحد جلوج او اللي بغيتو انتوما يعمني تقدر تعملوا بسف ديال الاشكال او اللي بغيتو تعملوا نص الكيميا كتعملوا كأس ديال الماء وتعملوا السكر على حسب الدوق ديالكم وكتعملوا واحد صاشية ديال هادف له اللي بغيتو تعملوا كيميا كتيرا كتابلوا المقادر صافي في حال هكوية غاد نخلط جيدا ونخليه غليم زيان صافي وشكل نهائي ديال في الخرق كي يجي صراحة يجي واحد القاوة مزوين وهاكوات زينو بيه صابلي او اللي بغيتو هنتوما ههنا نخلي شوية يغلي ومن بعد نصفيته ونحطه في واحد اليناء ونخلي حتى غادي يبرد ومن بعد راكي يتماسك ها هو الخالد ديالي مبعد ما وجدك تحصلوا علي علاج شكل هادا غادي نخلي حتى غادي يبرد ومن بعد ان شاء الله وتشوفوا الوصفة في اللخر هادا بهذه النكها ديال البرتوقال وهذا بالفلون وان شاء الله اللي اعجبكم عملوه صابي كانت السامر في حلقه وهذا الشكل الليهائي دياله هانتو مرة كي يجمد اذا ما بحل لنا نباج وحل لنا الجيلاتين هو ورغة هادا ديال فلون الاخر بدقيق الناشا اتمنى يا ربي تجربوا وعجبكم ما تنسوش البرتاج مع الأصدقاء ديالكم وما تنسوش تجيل في القناة ومرحبا بكم وشكرا للمتابعة ديالكم وإلى فيديو قادم بحول الله مع السلام اشتركوا في القناة